يا مساء الخير ويا أهلا وسهلا بكل جماهير نادي الأهلي اللي بتتبعنا حلقة جديدة من السادسة بداية طبعا تحياتي لحضراتكم قبل ما أتكلم في تفاصيل حلقتنا وهي كتيرة انت تعودتوا طبعا الناس اللي متابعنا دائما في السادسة عارفا النهاردة يوم العالمي لكن خليني قبل ما أدخل في تفاصيل حلقة ومعنا أخبار تخص نادي الأهلي طبعا وبالتأكيد هيكون لنا جولة مع تمرينة الفريق النهاردة وآخر أخبارها بس خليني في الأول أقف مع جمهور السادسة على السوشيال ميديا بداية لازم أشكر كل الناس اللي وجهت رسائل دعم للفريق في الفترة الأخيرة وهم كتير الحقيقة هم الأغلبية لأنه ده بالنسبة لي جمهور نادي الأهلي حقيقي جمهور نادي الأهلي اللي بيدعم بصرف النظر عن أداء ونتيجة الفريق اللي بيحققها في أي مسابعة أو أي بطولة الجمهور مش جمهور الكورة اللي بيحتفل وبيفرح بس وقت ما فرقته تفوز وأول ما يحصل مطب كده ولا مطب كده تلاقي الدنيا تقلبت وقلبوا الترابيز علينا ده بالنسبة لي مش جمهور كورة لكن جمهور الكورة الحقيقي وإلا كتكل جمهور الكورة في العالم بطلت تشجيع من زمان لأنه لما تيجي تبص على الأبطال أو على عدد الأندية اللي بتحقق ألقابه بطولات مقارنة بعدد الأندية في العالم كله تلاقيها نسبة لتتجاوز 5% أو 10% بالكتير كتكل جمهور الكورة بقى بطلت تشجيع فرقة جمهور الكورة هو اللي واقف وزي ما بنقول دايماً على جمهور نادي الأهلي جمهوره ده حما فجمهور الكورة هو اللي واقف في ظهر فرقته أياً كانت الظروف وأياً كانت النتائج وأياً كان مستوى الأداء نمرة 2 لازم نوضح حاجة مهمة جداً أو خليناً أقول مش نوضح لأن أنا وضحتها كتير وكلمت فيها كتير وكانت مبدأ أساسي كده من أول يوم اشتغلت فيه هنا على شاشة الأهلي وقدمت لحضراتكم فيه السادسة قلت أنه السادسة دايماً هيكون المنصة أو البرنامج أو المساحة اللي هيلاقي فيها جمهور النادي الأهلي صوته واضح الجماهير اللي اتحرمت من الوجود في المدرجات والتعبير بصوتها عن رأيها هتلاقي في السادسة دايماً المساحة دي للتعبير عن الرأي وأعتقد أننا ما خزلتكمش في أي لحظة من اللحظات حتى لما بنتكلم على تقييم اللاعبين على مدار موسم كامل مباراة مباراة مش هنا مع حراتكم المشوار في الموسم الأخير لقطة بلقطة ونقطة بنقطة كانت تقييم بس لجماهير النادي الأهلي لكن على الرغم أننا عندنا محللين كفاءات محترمة جداً ومن الصديف نجوم كبيرة جداً صاحبة رصيد ومشوار لكن سبنا النتيجة وسبنا الاختيار للجمهور ودايماً حتى لما بيكون فيه انتقادات معينة مدام انتقادات بناءة هدفها أنها تاخد الفرقة لمنطقة أحسن أو واحد من نجوم الفريق لحتة أحسن تحمسه تخليه تطلع أكتر اللي عنده دايماً بنعرضها وبنتكلم فيها غير كده إحنا ملناش مصلحة محد الحاجة الوحيدة اللي بتحركنا في السادسة هنا وأعتقد يتفق معي كل زميلة على شاشة النادي الأهلي الحاجة الوحيدة اللي بتحركنا هي مصلحة النادي الأهلي إحنا لا وقل لعبين ولا وقل مدربين وما لناش علاقة مين يمشي ومين ييجي ومين يختار التوقيت خدوا بالحضراتكم في حاجة مهمة جداً عشان الانفعال في وقت من الأوقات ممكن يكون بيدر أكتر ما يكون بينفع عشان تدير السياسة اللي بتدير فريق أو فرق بطولات زي فرق النادي الأهلي سياسة مرتبطة بدراسة كل التفاصيل وإراية كل التابعات المرتبطة بكل قرار كل قرار لازم يكون مدروس كويس جداً 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 مش ممكن أبداً تلاقي في النادي الأهلي على مدار التاريخ كله مش بس باتكلم على قدارة كابتن محمود الخطيب قرار فعالي قرار نتيجة موقف أو قرار نتيجة لحظة معينة يتبني عليها قرار مرتبط بمستقبل فريق قرارات النادي الأهلي طول عمرها مدروسة وطول عمرها ومن الورد جداً 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 في علوم الإدارة يعني الناس اللي دارسة إدارة عارفة أنه من الورد جداً جداً أنه قرار يكون سليم قرار يكون صائب تبقى متأكد من قرارك وانت بتاخده بس يكون توقيته غلط فالتوقيت توقيت اتخاذ القرار جزء مهم جداً من نجاحه أنا آسف أن أنا طولت عندنا كلام كتير النهاردة وأعتقد طبعاً أنتوا يعني انبارح تبعته بكل فخر وبكل سعادة نجملنا المصري محمد صلاح هو بيتقلق أمام أتليتكو مدريد في واندا متروبوليتانو وصل لمستوى الحقيقة مبهر يعني فاجئ كل عشاقه قبل ما يكون فاجئ العالم كله حتى عشاق محمد صلاح ما كانوش متوقعين أن يبقى فيه مستوى تاني من التقلق والتوهج والتعاملق اللي وصل له محمد صلاح السندي في كل مباراة في الدولة الإنجليزية في الشامبيونز ليج بيلعب فريق كبير زي من سيتي أو أتليتكو مدريد بيلعب فريق صغير زي واتفرد ليه لمسة وليه لمحة وليه لقطة بتقول أنه الولد ده عبقري بكل ما تحمله الكلمة من معين أفكر حضراتكم بسؤال حلقتنا اللي مستمرة معانا إن شاء الله هيكون مستمرة على صفحاتنا على السوشيال ميديا لغاية السبت اللي جاي مباراة العودة أمام الحرس الوطني بطل النيجر مين هم أفضل ثلاث لعبين من وجهة نظر جمهور النادي الأهلي من وجهة نظر جمهور النادي الأهلي في المباراة الزهاب الانتهت بالتعادل واحد واحد ونعلن نتيجة إن شاء الله مع حضراتكم بعد مباراة العودة خليني أتكلم كمان أو خليني على مدار الحلقة بقى هنتكلم في الجولة مبارا حتى أنا ما كنتش متوقع يعني في حلقة الأربع اللي فات في السادسة مع دكتور وليد الحديدي ومع مينة ماجد اللي بافتقدهم من الحقيقة الأسبوع ده اتكلمنا على الجولة دي واتكلمنا على المواجهات فيها وقلنا إنها تبدو مواجهة فاترة يعني ما كانش فيها أصلاح كلاشات من العيارة ما فيش فيها ماتشاط تقول ماتش ده يبقى فيه كرة حلوة ورغم كده انبارح تقريبا كل الماتشاط بدون استثناء كانت مواجهات نارية يعني كانت مواجهات فيها كرة حلوة وكان فيها عدد كبير جدا من الأهداف قتلاتكم مدريد ليفر بول 3-2 ليفر بول مانشستر سيتي بيكسب خمسة الريال بيكسب خمسة دورتموند بيخسر أربعة قدام آيكس آيكس الجماعة قصة وحكاية وروية اللي ما شافش المباراة ادخل على طول شوف الهايلايتز شوف سباستيان هالر ده يعني العيب ده نيسي يقايدوه على فكرة إدارة آيكس نيسي تأيدو في مسابقة الشابينزيج السنة اللي فاتت نيسيو نيسيو السنة دي مكسر الدنيا وهدف الشابينزيج لغاية اللحظة اللي بيكلم حضراتكم فيها بفرق هدف واحد عن محمد صلاح وان شاء الله صلاح النهاردة السنة دي أو الموسم ده ينافس على الشابينزيج طيب قبل ما ندخل في التفاصيل وهكلمكم على أخبار جديدة متعلقة بنسخة كاس العالم للأندية المنتظرة طبعا وهكلمكم كمان على أخبار تخص شكل ومصير مسابقة كاس مصر استكمالها من عدم بس خلينا نروح لفاصل أول ونرجع بعد الفاصل نتكلم في التفاصيل النهاردة مهم جدا لمشاهدي الأهلي تيفي أقول لكم أنه الساعة 8 القناة هتنقلكم حفل تكريم مجلس صدارة النادي الأهلي بلقاسة كابتن خطيب طبعا لتنين من القامات الكبيرة جدا اللي كانوا ومازالوا الحقيقة أصحاب بصمات محدش يقدر ينكرها قيمة وقامة محليا ودوليا الاسمين من أكبر الأسماء الحقيقة بداية كابتن حسن حمدي رئيس الأسبق للنادي الأهلي وكمان تكريم لدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي الكورت اليد الاثنين النهاردة هيتقلدوا قلادة الأهلي الذهبية في حفلها يزاع ويبث بشكل مباشر وحاصلي طبعا على شاشة قناة النادي الأهلي طيب قبل ما أدخل في تفاصيل الأخبار وأقول لكم إيه الجديد بالنسبة للسوبر وبالنسبة لكاس مصر وبالنسبة لكاس العالم للأندية خلينا نروح لزميلنا كريم أحمد هو جاهز من جوة نادي الأهلي ينقل لنا أخبار السعادة الفريق النهاردة لمواجهة الحرس الوطني باطل النيجر ان شاء الله يوم السبت نتعرف منك على أخبار التمرين النهاردة ومدى جاهزية الفريق لمواجهة بطل النيجر الحرس الوطني إن شاء الله يوم السبت يعني نقدر نقول في هذه الحظات زميل أحمد بينتهي تدريب فريق النادي الأهلي استعدادات قوية ومكثفة كعادة فريق النادي الأهلي لهذه المباراة وللمرحلة بشكل كامل خلال المرحلة القادمة النهاردة يمكن كعادة بيتسو مسماني محاضرة فنية 20 دقيقة كلم الراجل طبعا على كل الأمور الخاصة في فريق الحرس الوطني كل نقاط القوة ضعف يمكن كمان السغرات وبعض الأخطاء كمان يمكن وقعنا فيها خلال المباراة الأولى الجو مختلفة أرضية الملعب مختلفة كل الظروف مختلفة يمكن الأمر ده مدي دفع كبير جدا للعابتنا إن شاء الله لعيبة النادي الأهلي لأن الفريق المتناول بشكل كبير جدا بس عايزة تركيز متوفير ربنا إن شاء الله يكون معنا نقدر نتخطى المباراة بسكور كبير وده يمكن عهدين على لعيبة النادي الأهلي آه لسه النقص موجود بالنسبة طبعا لكل الصفقات الجديدة لكن كل العيبة الحمد لله كعادتهم طبعا حماس وجدية كبيرة جدا في التدريبات لكل زميل أحمد بيحاول يكون لفرصة فيها هذه المباراة تغييرات متوقعة في تغييرات يكون في التشكيل وده اللي يمكن شايفينه في التاكتك وفي الجمل اللي بيأكد على بيتسو موسماني وفي التدريب بشكل كامل لنهاردة التدريب فقارات بدنية متنوع كعادية لكن بأكد لك وبقول لك في عدد من التغييرات يكون في المباراة القادمة لفرصة بالفريقة اللي النادي الأهلي شاء الله بإذن الله كون المباراة من نصبنا جديتنا وحمسنا الكبير لعيبا شاء الله بإذن الله كعادتها تكون على قدر المسئولية زي ما أكدت وقلت وجود الحقيقة كابتن محمود الخطيب أمس في الرسالة بسيطة جدا وجوده بيكون بسيط لكن الرسالته بيكون مؤثرة ومهمة جدا لكل العيبة اللي النادي الأهلي الحمد لله النهاردة التدريب خرج بسلام مفيش أي إصابات لكن عندنا أيضا كمان عدد من الإصابات وعندنا أيضا كمان أخبار مباشرة زميلي أحمد وهي طبعا على رأسها طبعا هي عودة حسين الشحات اللي يمكن الناس زي ما قلت أكدت على عدم وجوده في المرحلة القادمة ويكون من أيام وهيكون في تدريبات الجامعية حسين الشحات يكون متوجد فيها القائمة بكل قوة بيؤدي تدريبات بكل جدية الحقيقة خلال التدريب أمس والنهاردة ولسه كمان مستمر خلال الأيام القادمة حتى موعد المبران إن شاء الله فبأكد لك على وجود حسين الشحات كهرباء أيضا كمان غيابه كان أمس عن التدريب نازل البرد كانت بسيطة لكن الحقيقة شارك في التدريب بالكامل واضح الجدية الكبيرة لكل العيبة النادي الأهلي الحمد لله الإصابات قلت شوية انقصنا الشناو بس محمود متولي لسه ممكن قدام شوية محمود وحيد كمان نهاردة شارك في التدريب بكل جدية يتبقى بس في الإصابات يمكن محمود ده متولي إن شاء الله بنقول إن شاء الله يرجع في هارة بوقت إن شاء الله مع الشغل الكبير والجهاز الطبي والشغل الأيضا الأكبر من العلاج الطبيع والتهييل مع محمود متولي تحديدا ويمكن كمان الشناو اللي مستمر في التهييل بشكل كبير نهاردة كمان يمكن طب بنت تحديدا على محمود محمود الشناو طبعا من طبيب النادي الألي أحمد أبعبلا قال الرجل ماشي بشكل قوي وجايد جدا مستمر معه في التهييل فيارب إن شاء الله الشناو واحد من الممكن عميدة الرئيسية سواء في النادي الأهلي ومتخبنا على الهطر إن شاء الله يكون المرحلة القادمة متوجد فيها لكن ده ما ينكرش الحقيقة علي لطفي وجهده الكبير ويمكن مشيلي أنا أكون كمان اللي بيجهز بشكل كبير جدا الحقيقة كل الحراس وعلى الرأسهم علي لطفي واضح جدية علي واضح تركيزه ياخد بس مباريات الفترة القادمة وإن شاء الله بإذن الله يكون على قادر المسؤولية ويحرص علينا النادي الأهلي زيه زي الشناو زي حمزة علاء زي مصطفى شبير الكل واحد وهو ده النادي الأهلي الأمور الحمد لله زميل أحمد ماشي بشكل طيب النادي الأهلي مستمر في تدريباته ثلاثة ظهرا تجمع الفريق أربع عصرا هو التدريب حتى يوم الجمعة إن شاء الله على أن يدخل النادي الأهلي معسكر يوم الجمعة ومنها لمباراة يوم السبت على أستاذ الأهلي والسلام اللي بنتمنى إن شاء الله يكون التوفيق في النادي الأهلي إن شاء الله خلينا أسألك لأن الناس النهاردة بتفكر مش بس في مباراة الحرس الوطني لكن حط عنها كمان على المباراة أو انطلاقة الدوري هتكون برضو الأسبوع اللي جاي منتظر اليوم الأربع البداية هتكون أو ضربة البداية تكون قدام الإسماعيلي هل الشغل اللي انت شايف وامتابعه في التمرين يا كريم مرتبط بتجهيز المجموعة بس انت عارف القيمتين مختلفتين والتشكيل في المباراة الـ 32 بتاعت أفريقيا ولد جدا يتغير في المباراة الإسماعيلي أمام الدوري فهل انت شايف انه ميستر موسيماني بيشتغل على انه يحضر الفريق ككل كمجموعة حتى الأوراق اللي مش هتشارك في مباراة النيجر ولا التركيز أكتر في المرحلة دي على العناصر اللي هتكون موجودة في مباراة السبت القادم ان شاء الله يعني هو طبعا سؤال مهم جدا زبيلي أحمد انت عارف يعني الخماسي المتواجد معنا هم خارج المباراة لكن مباراة الإسماعيلي لا حسابات خاصة ويمكن الحقيقة ما تابعنا الفترة اللي فاته ويمكن كمان عدد اللاعيبة اللي كان متواجد غاب عن المباراة الأولى لا سواء بيرستاو او ميكي سوني عبدالقادر عمار كل اللاعيبة الحقيقة حسام حسن اللي كانت متواجدة في مصر طبعا واللعيبة كانت في النجر كان فيه شغل كبير بيتعامل معهم على المستوى البدني عودة مسيماني مباشرة عاقب العودة من النجر في برنامج موضوع لهم لكن واضح انه يبقى فيه تغيير في التشكيل في مباراة الدور بشكل كبير جدا لان الحقيقة واحد زي بيرستاو بنشوفه تدريبات حاجة رائعة ومميزة جدا ميكي سوني ظهوره كان رائعة ومميزة جدا عمار محتاج فرصة الحقيقة بقوته ومجهوده الكبير عبدالقادر حسام حسن كل اللاعيبة دي احنا عندنا قوة ضربة كبيرة جدا وعندنا سكوات كبير وعندنا عدد من اللاعيبة نقدر يبقى عندنا فريق واثنين وثلاثة ويقدر بيتسو موسماني يدور هذا الامر يمكن كان بيقصنا زميلي احمد الموسم الماضي يبقى عندنا عدد كبير من الاسابات كنا بنحاول نوظف بعض اللاعيبة في اماكن مختلفة لأ المرة دي او يمكن الموسم ده عندنا سكوات كويس عندنا عدد لعيبة تقدر تلعب في اكثر من مكان فيمكن الشغل للمجموعة كلها لكن طبعا بيتسو موسماني مضطر للتحضير في المجموعة المتواجدة لأن انت عارف طبعا استغلال الاوراق في المباراتين هو واحد القايمة هتكون واحدة لكن التغيير متواجد في مبارات حرص الوطني أفش هيكون متواجد أكرم هيكون متواجد يعني مش عايز أحرق طبعا بعض الامور طبعا وبعض الامور الخاصة بالتشكيل لكن مبارات المواجدة يكون مختلفة عن مبارات الإسماعيلي لكن مبارات الإسماعيلي عدد كبير جدا من الوفدين للجدد وعدد كبير جدا يكون متواجد أماكن كمان والعناصر ممكن تكون فيها اختلاف ممكن نشوف بعض اللاعبة مش متعودين عليها تلعب في أماكن عديدة جدا بنتكلم عليه في التدريب لكن انت عارف زميلة أحمد نحن ما بنطمن جمهور النادي الأهلي بنطمن على المرحلة بنطمن على المباراة بناخد مباراة ومباراة لكن يا طبق إن شاء الله بإذن الله بطولة الدوري العام محتاجة تركيز كبير فقدنا بطولة الدور فمحتاجين دفاع كبير جدا وشراثة كبيرة جدا إن شاء الله المرحلة القادمة ويا رب إن شاء الله زي ما كان الفترة اللي فاتت قدرناATOR بطولة أفريقيا الدوري الكاس ثالث علم Nexus كل الأمور دي إن شاء الله بإذن الله ترجع الانتصارات ويرجع النادي الأهلي ويفرش كله جمهور النادي الأهلي خلال المرحلة القادمة الموسم اللي جاي كله بتاعنا إن شاء الله بإذن الله بشكرك شكرا جزيلا زميل عزيز كريم أحمد من ملعب التتش دي كانت أخبار تابرينت الفريق خليني أقول لحضراتكم كمان عشان تعرفوا أن احنا مهتمين بجمهور السادسة جدا الجمهور لأهلي عموما يعني طبعا خليني أقول لحضراتكم أنه ابتدايا من الإسبوع اللي جاي إن شاء الله ومع بداية الموسم الجديد هندي مساحة لحضراتكم كمان تشاركوا معنا في السادسة بقى رأيكم في الموضوعات اللي هنترحها ونحب نسمع رأي الجمهور فيها مطلوب من حضراتكم في الفقرة دي إنكم تسجلوا رأيكم بالفيديو هنعرضوا فيه على شاشة الأهلي صوت وصورة في الموضوعات اللي هنترحها على حضراتكم يهمنا جدا نسمع رأي الجمهور وهتلاقوا طبعا في نهاية كل حلقة بوست يطلب منكم أو بيترح عليكم سؤال في انتظار إجابتكم عليه والسؤال اللي هنبتدي به أو اللي هنعرض إجابات حضراتكم عليه بداية من الأسبوع اللي جاي هو رأي إن شاء الله يوم السبت واللي انتو منتظرينه في مباراة الإسماعيلي ده زي ما حضراتكم شايفين ابعتولنا طبعا رأيكم بالفيديو على هاشتاج الأهلاوي مش هيسبنا على صفحتنا على مواقع التواصل سواء فيسبوك إنستجرام أو تويتر هتلاقوا الهاشتاج ده الأهلاوي مش هيسبنا سجل رأيك صوت وصورة وهنعرضه هنا فيه السادسة ونتنائس فيه كمان مع ديوفنا طيب إيه قصة كاس العالم الأندية وإيه قصة كاس مصر وهنكملو ألا مش هنكملو هجاوب حضراتكم بقى بالتفاصيل بس بعد الفاصل ناخد حضراتكم واروح بداية للفيفا والفيفا اليومين دول عامل حالة جدل عنيفة جد يعني فيه كتير من الموضوعات الحقيقة وداخل في اشتباكات داخل مع اليوفا في حالة اشتباك بعد طبعا القصة بتاعة السوبر ليج اللي حضراتكم ممكن تبعتوها على مدار الشهور كانت القصة التانية بتاعة كاس العالم اللي كان فيه اقتراح ومناسبة الاقتراح ده وارد جدا النهاردة قادر أقولك انه وارد جدا انه يتحول لحقيقة يعني انه يتطبع لأرض الواقع كان الاقتراح خاص بانه بطولة كاس العالم تتعامل كل سنتين بدل ما بتتعامل كل أربع سنين طبعا الفكرة دي بالنسبة للفيفا يعني تدر تقول كده فرخة بتبيت دهب يعني شيء عظيم جدا اقتصاديا ليه لانه بتكلم تقريبا على مضاعفة أرباح الفيفا اذا ما تمت الموافقة على اقامة كاس العالم لمدة سنتين معظم دول العالم هتبقى موافقة او هتبقى يعني الاتحادات الاهلية غالبا والاتحادات القرية احنا عندنا النهاردة شبه موافقة تقريبا موجودة من اتحاد الأسياوي من اتحاد الأفريقي من الأخيانوس وبالتالي فاضل الصراع لم يتم حاسبه مع الاتحاد الأوروبي لغاية اللحظة اللي بتكلم حضراتكم فيها طبعا الاتحاد الأوروبي عنده مصالحه شايف انه هو في حتة يعني كقارة أوروبا من ناحية الكورة يعني في حتة وبقية العالم كله في حتة ولا يجب التعامل معه بنفس الشكل اللي بيتم التعامل مع بقية القرارات على اساس انه هو التحاد اللي بيدم اكبر القوة العظمى في عالم كرة القدر وبالتالي فيه كلاش بالاضافة كمان الاعتراض بعض الشركات الرعية لاتحاد الكورة الدولي للفيفا فيه شركات والشركات دي صدقني كلامها مؤثر جدا رغبتها لازم تتخذ بعين الاعتبار لانها بتضخ مليارات طبعا في منظومة ورياضة كرة القدم لكن في اغلب الزن رأيي كده انه لا اتحاد الأوروبي هيتم ترضيته بقية شكل من الاشكال وتوقع انه المسابقة تتعامل كل السنتين وانا مع ده يعني انا مع ده انا وكل الشعوب المحرومة من ال انها تروح كاس العالم هتلاقيها مع ده ليه استنى 4 سنين عشان يجيلي فرصة ان انا اتقاهل لكاس العالم تنم تخلوها كل سنتين والناس اللي بتقول ان البطولة هتفقد رونقها مش ممكن مش ممكن البطولة بحجم كاس العالم فيها المنتخبات دي وفيها النجوم دي تفقد رونقها كالشامبيونز ليج بالاولة مثلا اهم بطولة اهم بطولة على مستوى العالم كانت فقدت رونقها وهي بتتلعب كل سنة بالعكس اول ما بتخلص بنبقى مستنين السيزن الجديد يبدأ عشان نتابع مبارات الشامبيونز ليج وما احلاها وما اروحها السنة دي يعني نسخة السنة دي مع وجود الجمهور انا بتكلم بس مش بتكلم على الكورة انا بتكلم كمان مع تكشوف الملاعب كده مليانة وان الجمهور يرجع تاني يشجع متعة بعدها متعة ضيف عليها حالة التقلق والتوهج لدرجة ان الجولة اللي كنت بقول لحضراتكم عليها مبارح انها يعني جولة شبه مائيتة مفهاش لقاءات ملعر تقيل مفهاش تصدم بين اتنين جبابرة فتقعد تقول كده ان الاسبوع ده هناشن على المباراة دي واتفرج عليها لا امبالح المطشات كلها ولا اروع كل المطشات امبالح يعني اتفرجت على مطش وبقيت المطشات تابعة الهاي لاتس بتاعتها ايه حلاوة دي ايه الجوال دي ايه المتعة والاصارة دي كرة في حتة تانية بصراحة اوروبا خلينا لكم ضمن اجتماعات الفيفا النهاردة المناقش اتعدد من الملفات كان مطروح ملف الخاص بالدولة اللي هتستضيف انتم عارفين طبعا انه اليابان اعتذرت عن استضافة كاس العالم الاندية والغاية اللحظة دي سمعنا عن اسماء دول كتيرة جدا ترشحت لستضافة البطولة النهاردة تم الاستقرار على الامارات الامارات هي اللي هتستضيف نسخة كاس العالم الاندية اللي جاي ان شاء الله في عشرين اتنين وعشرين وحتى اللحظة لم يتم الاتفاق على تواريخ او معاد اقامة البطولة يعني التواريخ لم تحدد المبدئيا تقام في بدايات عشرين اتنين وعشرين لكن انت التاريخ بالضبط لم يتم تحديده لكن تم زي ما قلتلكم الاستقرار على الامارات عشان تكون الدولة المضيفة للبطولة امارات يمكن نظامت اربع نسخ من كاس العالم الاندية قبل كده 2009 2010 2017 اعتقد 17 و18 ودي هتكون النسخة الخامسة والحقيقة كانت استضيفتها للحدث ولا اروح نتمنى لهم طبعا اشقاء في الامارات التوفيق في استضافتهم للبطولة طيب من هنا اروح لكاس مصر واحنا يمكن كتير في السادسة كنا منتكلم على الموسم اللي جاي واكيد انتو يعني الناس اللي امتابعنا او الناس اللي امتابع عموما يعني الاجندة الاجندة كرة القدم المصرية عارفة قد ايه الموسم اللي جاي في منطقة صعوبة وانه الاندية والمنتخبات المصرية هتعاني فيه بشدة ليه؟ لانه موسم طبعا مزدحم بالمشاركات على مستوى الاندية عندك اربع اندية مصرية بتشارك في بطولات افريقيا اهلي وزمالك فيه بطولة دوري ابطال عندك سموحة وعندك بيرامدز والمصري سموحة كلمة الحق ما علينا بين قصين طبعا حساب محدش يقف لنا عليها المصري وبيرامدز هشاركو في الكونفدرالية ولكن دي مشاركات الاندية في النسخ الجديدة عندك الاهلي كمان زيادة عن الاندية دي هيلعب سوبر افريقي مع رجا كازابلانكا رجاء البيضاوي وهيلعب كمان فيه كاس العالم الاندية اللي كنت الاندية بكلم حضراتكم فيها وضيفها على ده مشاركة منتخب مصر الاول فيه كاس العرب او البطولة العربية او كاس الدول العربية او كاس الأمم العربية سميها زي ما انت عايز تسميها وغراء على طول المشاركة الاهم طبعا فيه بطولة أمم افريقيا فيه الكاميرون فيه يناير بالاضافة لجولتين حاسمتين ان شاء الله بعد ما يعني قربنا قوي من التأهل في صدارة بجموعاتنا يبقى عندك مطشين مهمين جدا مع منتخب اكس لسه ما تحددش هيكون فيه قرعة ووصولا لبرنامج استعداد لو تخطيت المرحلتين دول عندك كمان برنامج الاستعداد لكاس العالم يعني المنتخب بالتأكيد مش هيخش بيات شتوي بقى لا كيروش هيكون عنده خطة اعداد للمشاركة في كاس العالم اللي هي برضو السنة الجاي فبالتالي انت ما عندكش نفس يعني ممكن امتى تكون هتلعب مطشط الكاس وكان الاقتراح الاغلب وكان ظني انا انه الاتحاد هيروح لفكرة الغاء كاس مصر انه المسابقة لا تستكمل المسابقة وصلنا فيها لايه وصلنا لتلات فرق تأهلوا بالفعل اللي تدور قبل النهاية الزمالك في مواجهة اسوان دي ناحية تم حسمها الاتنين دول هيلعبوا مع بعض واحد منهم طرف منهم يوصل للمباراة النهاية وبيترو جيت وصل قبل النهاية وفي انتظار الفايز من مين من الاهلي ومن بيرمز يعني نكلم في مطش في اتنين في تلاتة فاربعة اربع مطشط متبقيين وتخلص البطولة امتى بقى المطشط دي تتلعب ما كانش فيه وقت يعني خلينا كده نقعد نراجع مع حضراتكم الشهرين ثلاثة اللي جايين ما فيش وقت ان يبقى فيه اي مساحة المباراة واحدة زيادة فكان الاتجاه انه جماعة اغلب الظن الكاس هيتلغي نهارده اتحاد الكرة بيأكد لا استحالة كاس مصر يتلغي لابد من استكمال المسابقة لانه المسابقة مرتبطة بدعاية ومصاريف رعاية وبالتالي اضغاء المسابقة وعدم استكمالها يكلف الاتحاد فطورة كبيرة جدا فقالك ايه؟ قالك في الوقت اللي هيلعب فيه منتخب مصر في البطولات الدولية نستكمل مباريات الكاس بدون الدوليين بما انك انت عندك الاهلي وبيرامدز والزمالك يمكن دي الفرق الى حد ما حتى تضرر شوية من غياب اللعيبة الدولية لكن هيبقى فيه عدالة في غياب النجوم الدوليين يعني لو الاهلي وصل للنهائي والزمالك وصل للنهائي والاتنين هلعبوا مع بعض المباراة نهائية هيبقى فيه تقريبا توازن عدد اللعيبة اللي متردين من هنا تقريبا قد اللعيبة اللي متردين من هنا فيبقى فيه مساواة وتكافؤ فرص وبالتالي هنلعب المباراة بتاعة كاس مصر بدون الدوليين وهيتم استكمال المسابقة نروح لابو صلاح بقى ولا ايه؟ يعني لازم الرجل ياخد حقه الحقيقة انا بس قبل ما اتكلم على كرة صلاح عايز اقول لحضراتكم يعني ايه؟ يعني احنا نتكلم طبعا كنا بنقول صلاح يستحق جايزة باست يستحق البالوندور يستحق يكون افضل لعب في العالم ودي طبعا منافسة مش هتبقى سهلة على اطلاق وما بيحكمهاش الملعب وما بتحكمهاش الارقام لا فيه حاجات كتيرة جدا بتدخل فيها اولها التسويق اولها الاعلام انا عايز حضراتكم تشوفوا ازاي الصحف الانجليزية يعني بالتأكيد مع صلاح في الدورة الانجليزية سهل جدا جدا اعدلك عشر اسماء نجوم صف اول يعني لما احط الدورة الانجليزية اقول فيه مثلا مثلا صلاح لازم احط جنبه رونالدو لازم احط جنبه دي براين لازم اتكلم على لوكاكو لازم اتكلم على اه اه يعني اسماء كتيرة جدا زي مثلا جريليتش زي مثلا عندنا مين تاني في تشيلسي عندنا شيلسي قلنا لوكاكو عندنا عندنا نجوم كتيرة جدا يعني عندنا روبين دياشف عندنا فيرجل فان دايك في ليفر بول فيه جوم صف اول مفيش مجال او مفيش خلاف على الناس دي بتحتل صدارة المشاة لكن لما كل الصحف الانجليزية لما كل الصحف الانجليزية تصلت الدوء بالشكل ده على صلاح يعني حضراتكم شوفوا في الاسبوعين او تلاتة اللي فاتوا دول كام مرة اسم محمد صلاح وصورة محمد صلاح تصدرت اغلفة الصحف الانجليزية خلينا نشوف مع حضراتكم كده من الميرر مثلا انا جايب لكم بعض المنشطات الحقيقة اللي اتكلمت على تقلق صلاح في مباراة مباراة الميرر بتقول السحابة التسعة وده طبعا انجاز جديد ورقم قياس جديد بيحققه محمد صلاح بوصوله طبعا لانه يهدف او يسجل يعني في تسع مباريات متتالية لليفر بول اول لاع في تاريخ نادي ليفر بول يحقق المعادلة دي طب نروح للدالي اكسبرس هي قالت ميرر السحابة التسعة وكلمت طبعا على النقاط الكاملة لليفر بول كمان في اول تسع اول تلات مباريات حقق تسع نقاط بالعالمة الكاملة ديلي اكسبرس طيب ديلي اكسبرس بتقول محمد صلاح على السحابة التسعة ويكسر الرقم القياسي للأهداف ليمنح الردز انتصارا دراماتيكيا طبعا لقاء مباريح كان واحد من اهم اللقاءات في مسابقة الشامبينز ليج ولقاء ملعار التقيل يعني مباريح ما كانش فيه لقاءات من النوع ده غير يمكن ليفر بول واتلاتكو مادريد اه كان فيه كرة حلوة وكان فيه اهداف كتير السيتي كسب كلوب بوج خمسة واحد او خمسة صفر خمسة واحد لا الماتش خلص خمسة واحد الريال كسب شختار خمسة صفر دورتموند خسر من ايكس اربعة صفر الانتر كسب اعتقد تلاتة واحد فانت بتكلم على كل ماتش فيه ما لا يقل عن اربع خمس اهداف لكن المباراة الاهم مباراة جماهيرين كانت طبعا الردز واتلاتكو مادريد وطبعا الحقيقة واحدة من افضل المباراة اللي قدمها ليفر بول مباراة مباراة ملعابه وقدر يكسب أتلاتكو مادريد طب نروح بعد كده ستار سبورت ستار سبورت قالت ايه صلاح في حالة نشوة المهاجم يكسر رقم قياسيا في التسجيل ويخطف فوزا دراميا لصالح ليفر بول نروح بعد كده للتيلجراف صلاح صلاح الرائع ديلي تيلجراف طبعا بتكلم على انه صلاح الرائع يصنع فرحة مزدوجة الجارديان كتبت وقالت فيه عنوانها صلاح يتقلق ويثبت ليفر بول على المصار الصحيح مترو سبورت قالت محمد صلاح يصنع إثارة مجنونة دي كانت اللقطات اللي احتفلت فيها الصحف الإنجليزية بنجمنا المصري محمد صلاح دعاية لمصر بداية بالمجان واعتقد كمان انه يعني دعاية لمحمد صلاح في إطار طبعا منافسته اللي بتزداد فرصه فيها يوم بعد يوم بطبعا حالة التواهج والتقلق والعبقرية زي ما أرسن فينجر مدرب الأرسنال طبعا القدير السابق تكلم على عبقرية محمد صلاح وقال انه بالتأكيد النهاردة افضل لعب في العالم بدون نقاش قدرته على المروغة قدرته على تطوير مستوى رغم تفوقه في السنوات الأخيرة بتثبت انه لاعب زكي أو عبقري والعبقرة فقط هم من يصلون للقب الأفضل نفس الشهادة الحقيقة قالها جو كول طبعا نجم منتخب انجلترا ونجم الأرسنال السابق واللي تكلم على محمد صلاح وقال انه كنت سعيد جدا بمشاهدته في الملعب وبيفكرني أداءه بالأسطورة البرازيلية رونالدينيو طيب أنا بتكلم مع حضراتكم على أبو صلاح كده لقطتين إحنا الحقيقة فريق السادسة يعني لقطتهم حابب بتكلم فيهم مع حضراتكم اللحظة الأولى انتقال محمد صلاح لبازل أول فريق لعب فيه في مشواره الاحترافي في أوروبا وبالتأكيد طبعا حضراتكم شايفين الصورة دي وشايفين التاريخ بتاع التويتا تويتا دي بتاريخ ديسمبر 20 ديسمبر سنة 2013 بتقول إيه والصورة دي لصلاح بتيشرت أفسي بازل فريق السويسلي اللي لعب فيه أو اللي بدأ فيه صلاح في بداية المشوار من 2013 وفريق ليفربول حطت عينه على محمد صلاح يعني الناس هناك شافوا في الراجل ده انه موهبة ممكن يكونوا اددوله الفرصة انه يطور مستوى انه يتقلق أكتر انه ياخد خبرة أكبر عشان يكون في يوم من الأيام صلاح ده اللي انتوا شايفينه في الصورة دي وحساب الشامبينز ليج نفسه بيحتفل بنجمنا المصري وبيقول محمد صلاح دلوقتي يسجل في تسع مباريات متتالية في مشواره مع ليفربول في كل المسابقات بإجمالي 11 جول هنا الرقم 9 مباريات متتالية ده رقم اعجازي لمحمد صلاح لانه ما فيش حد حقد يحقى الرقم ده غير هو يعني هو في المباراة الأخيرة قبل مباراة أتلاك مدريد كان هو ودانيل ستارج في نفس المرتبة مكان رقم واحد أو المركز رقم واحد بإجمالي تسجيل في 8 مباريات متتالية دلوقتي صلاح ولو سجل في اللي جاي اعتقد انه عمل رقم هيفضل كتير قوي عبال ما يتكسر النقطة التانية واللي حبي بتكلم فيها وبحب دايما نتكلم فيها بس تمتع الحقيقة انا بتكلم فيها عشان نفسي الولاد الصغيرة تعرف وتفهم محمد صلاح لما طلع أوروبا ما كانش في حد في مصر يسمع عنه يعني ما كانش في حد يعرف مين محمد صلاح راجل السفر من المقاولين جالوا عقد احتراف في بازل سويسرا اساسا ما حدش فينا يعني مش بيتباح ما يعرفش اساسا اسماء ممكن لو حد يعني يعني جامد قوي في الكرة يقول لك نيو شاتل وبازل دول الفرقتين اللي يمكن يكونوا معرفين شوية غير كده كرة سويسرا كرة مجهولة وانك انت تلعب في الدول المصري احسن بكتير جدا كشعبية وكنجومية وكفلوس ممكن تبقى افضل بكتير جدا من كرة سويسرا او الدول السويسرا لكن الراجل راح واللقطة التانية مش بس بقى فكرة انه ليفر بول متابع صلاح من 2013 لا اللقطة التانية انه الراجل ده كان ممكن جدا جدا يكتفي بالانجازات والنجاحات اللي حققها مع فريقه راجل فاز بالشامبيونز ليج وفاز بالبريمير ليج وبقى هدف المسابقة مرتين وراء بعض دي اسباب كتيرة وعمل فلوس ما شاء الله وبقى شهرته ملء السمع والبصر زي ما بيقولوا كان دي كان اسباب كتيرة جدا ادعى للانتخة والفانتخة وتمام كده اتعشت زي ما احنا بنقول لكن الراجل الحقيقة عنده قدرة غريبة جدا على انه يجدد الدوافع وانه ما يقفش عند نجاح وانه ما يكتفيش بما كان وصل لها اللي يشوف محمد صلاح السنة دي ما كانش يتوقع حجم التطور الكبير جدا وخليه اتفق انه صلاح السنة دي افضل بكتير نسخة محمد صلاح 2021 افضل بكتير جدا مش تقليلا من انجازاته ولا امكانياته في السنين اللي فاتت لكن لا صلاح اتغير صلاح اتطور حتش قدر ينكر انه صلاح كان بيعتمد بشكل كبير جدا على السرعة يعتمد بشكل كبير جدا على استغلال المساحات يعتمد بشكل كبير جدا على القدرة على التمركز اللي بتساعده على ان يجيب اهداف لكن صلاح اللي احنا شايفينه السنة دي نسخة ميسي ورونالديني وزي ما قال جو كول الحقيقة هاستعرض مع حضراتكم ارقام صلاح وانجازاته ونتكلم اكتر والمواهب بس بعد ما نروح لفاصل اخير ونرجع لحضراتكم بوم بوم صلاح بيضرب في كل اتجاه ومن الارقام اللي حقاها على حقيقة صلاح بتسجيله هدفين مبارح هو انه رفع رصيده لواحد وثلاثين هدف في صدارة قيمة هدفين ليفر بول في الشامبينز ليج يعني خلينا اقول لحضراتكم الترتيب دوتي بتاع هدفين ليفر بول بس في بطولة دوري ابطال اوروبا نمر واحد محمد صلاح برصيد واحد وثلاثين هدف وراء طبعا القائد التاريخي لليفر بول ستيفن جيررد برصيد تلاثين هدف ييجي وراءها مستنغالي ساديو ماني برصيد عشرين هدف فيرمينيو البرازيلي تمنتاشر هدف في المركز الرابع وايان راش طبعا واحد من اساطير الكرة كرة فريق ليفر بول طبعا في المركز الخامس برصيد أربعتاشر هدف وطبعا أنا شايفين صلاح يغرد مفردا جيررد اعتزل خلاص اللي موجود في الملعب جنبه ساديو ماني فيرمينيو بوعات كل البعد بفرق 11 هدف ساديو مانيو بفرق 13 هدف فيرمينيو وبالتالي صلاح قادر كمان الحقيقة أن يزوز رصيدهم من الأهداف ويحط نفسه في حتة من الصعب كمان إنها تتكسر يخطم الأرقام القياسية رقما طلوة لآخر زي ما بيقولوا خليني أقول لحضراتكم النهارده ما تشاط شامبينز ليج عندنا مواجهات عشان بقى ما نكررش غلطة المرة اللي فاتت هي يمكن تبدو شبه يعني ميتة يعني مش متوقعين فيها مواجهات نرية لكن إن برح علمنا أنه لا النهارده هنشوف برضو والد نشوف كورة حيل والنهارده عندنا باشلونة في محاولة لعادة اكتشاف الزات هيواجه دينا موكييف عندنا كمان ريدبول سالسبرج في مواجهة بولسبورج عندنا بنفيكا في مواجهة باعن ميونخ عندنا يونج بويس في مواجهة فيا ريال عندنا منشستر يونييتد في مواجهة أتالانتا عندنا تشيلسي في مواجهة مالمو عندنا دينة سام بيتسبورج في مواجهة اليوفي وعندنا ليل الفرنسي في مواجهة سيبيا أو إشبيلية الاسباني وأنا أرشح لكم نراقي أ Bereichني أنه أرشح أشوف إن بنفيكا بار ميونيك هتبقى مواجهة فيها كرة حلوة وأشوف كمان إن المان يونيتد أتالانتا مواجهة هتبقى فيها كرة حلوة مواجهتين يمكن يكونوا أتقل مواجهتين في ماتشاط النهاردة قبل ما اختم حلقتنا هفكركم إنه بداية من الإسبوع اللي جاي إن شاء الله بإذن الله فقرة جديدة مساحة جديدة للجمهور عشان يشارك معنا صوت وصور سجل بالفيديو رأيك في أداء ومستوى النادي الأهلي أمام بطل النيجر في مباراة العودة اللي هتتلعب يوم السبت إن شاء الله وإيه اللي انت متوقع ومستنيه بداية من مباراة الإسماعيلي في انطلاقة مشوار الأهلي في بطولة الدوري وهنختار من قراءكم ومن فيديوهاتكم بعض الأصوات اللي هنعرضها هنا على شاشة النادي الأهلي في السادسة بشكر حضراتكم على المتابعة ونتقابل الإسبوع الجاي إن شاء الله على كل خير سوبرمون صلاح يتقدم يمور الله 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 يا سوبرمون محمد صلاح وأعجوبك من عجائب الصلاح وهدف من